قام رجل من الصالحين يصلي من الليل نعم قام قام رجل من الصالحين يصلي من الليل فمر بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح فلما أصبح قيل له أبكتك آية ما مثلها يبكي إنها جنة عريضة واسعة فقال يا ابن أخي فقال يا ابن أخي وما ينفعني عرضها وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم فيا عجبا فيا عجبا كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بما فيها خاطبه وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها وكيف قر للمشتاق القرار دون معاناة في أبكارها وكيف قرّت دونها أعين المشتاقين وكيف صبرت عنها أعين وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرض فتل المتيب أين خلف صبره في أي وازن أم بأي مكان أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالقاني اعلم رعاك الله واعلمي بارك الله فيكي أن من جد وجد وليس من سهر كمن رقد ومن لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة له لسان حال المشتاقين إذا اشتغل الله هنا عنك بشغله جعلت اشتغالي فيك يا مدهى شغلي ترجمة نانسي قنقر